مرحبا بكم اليوم نجرب مبعضنا وصفة تونسية وصف كرمب المحشى والخروج نجري لكي نحشى الوراق العلب نفس الحشو يفعله في مرق العنب سهلاً اخذ قليلاً ونوضح الاجباء بالنسبة للاعنب نتجه نتيجه في مرق العنب هنا نحن نجم القشره يمتح الوراق المصري ايضا نحن بيها بالصبة و نحب الروز من البسمة يحب فيسا و خفيف يستيب نكه بنينة و يصدقون مباق و فقيل و لا روز من المستقبل الروز تتضيع عن الكرم في الشوارق نحن الحم بقري يتشري الحم مفروم عادي وطيبه وإلا أنا عندي ما عنديش مفروم عندي الحم بقري بش نرحيه وقصيت معاك عبتين بصل بش نرحيهم أبعادهم ونحضر المقلق بش نحط فيها الزيت ونحط فيها كل الحم اللي رحيته لحقيقة بخلطه بش نجبدله شواغ اللي تردلي الحم مفروم حتى ننرحل حم بالطريقة كبيرة نزيد الماء- نتيجي القوة ونضيف الماء- شليل بالماء ونغوطة الماء- أبعادهم لأنه العينية من حسنا هذه هذه هي الطريقة التي نعتبر الحم مفروم راقلها نحاول بسباتول نزيد نعاونه إذا شرب بالماء خطر يشرب في ساعة كلماء نقعد نزيده في الماء حتى اللي راه هكا تفصل كما تراه على بعض وقت في المرحلة هذي مفوح ملح تابل وكروية حتيت زوز مغارف صغار تابل وكروية ثلاث وحتيت فلفل المهروش وفلفل الزينة مغارفتين وثلاث ثلاث مغارف صغار مليانين ثوم 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 اضع برشة تماطم معجونة و اضع بوريه 500 جرام تحب الفاحة يحب الفاحة خفيفة خفيفة حتى يقص المسلح و اضع اضع برشة تماطم معجونة و اضع طوالجة على المصر و اضع المصر لن تبقى الهام و اضع الأسفل و اضع التوشق و اضع التوشق و اضع الرز فقط اضع الماء بارد ثم يضع الماء بارد وعندما يضع الماء بإضافة وعندما يضع الماء بارد وضع الماء في الماء فلدي سبناخ وإلا سلق كمية كبيرة وضع ربطة كبيرة ونقصها ونقصها سبن سعيد واقع مزر وضع في المنديلة ونضعي في الفريجدير وليس كمية كبيرة مثل هذا المنديل ونغضهم فلانجوا هنا كنت أعطيتكم الوصفة للمطاعة مصر لسوريا للمنين للعراق ولكن الوفيح روا على طريقتنا نحن بش نجمون يكلوا سوف ترجع رابط هكا و هكا لحقيقة كل واحد وذوقوا ومبعد جبت كتاوك الخليطة اللي طابسة عن الحمو الطماطم جيت صبيته فوقهم وهو سخون يغلي بش يذبلي فهيك الخضرة هذي كان انا الراق في مصر يظهر لي يعملوا كوزبرة ويعملوا الشبت انا الحقيقة من احباقهم الكوزبرة وشبت ما يعجبونيش في الوحدة كل واحد واشنوا يضوقوا واشنوا يحبه نخلط طوام ليح مليح اكا الروز بش يشرب لي الماز زايد متاع السبناخ و السلق والمعدنوس اللي بش يخرج بك السخانة متاع السوس نخلط طوام ليح مليح انا لحقيقة خليتهم وخرجت قضيتي تقريب ساعتين نقعت في الشارع وبعد رجعت نلقى الكرم برد وصفيته من الماء ونلقاه لون وكتبادر كيف تكون عليه طابس بنيخ وشرب الماء وشرب الماء وشرب الماء وحتيتهم على جنب ونقلع في الأوراق الكرم والولين طابوا على الاخر بربط زبدة والوسطانين بيهين والخرين تشعرون هي مفرتين نحن نسعب كملت كملت كعبة الكرمب نحيلها اكرا الخشين ونقسمها على اثنين ونخذ الكوبر قد ما يكونوا صغار مكونوا أحلى تباين العرق نضيف الكرمب ننضيف الكرمب نضيف الكورمب ومحاولي ندبة قبيلا نضيف الكورمب كمنا قصيت الكرمب نضيف الكورمب ونحن نضيف الكورمب نضع كرمب في البقايا والقلب الصغير قصيتها 4 كبيرة سفنالة كلافز و كزبر ملح و تابل و كروية نضيفه بالماء و نضيفه على نار هادئ و نضيفه بالماء و نضيفه الملفوف و الكرمب و انظموا بشجرة العنب في الماء و انظلموا مليح و ملح هناك ملح فيديوهات مليح في الماء و اقوموا بو ازادة جميع الناهب و في مغازيات العرب في مغازيات القطايف و البت فيلو اعطيت الوصف لأمان أخرى فعلتهم في مياه في خاطرين في الفريجيدير فعلتهم كما بعد ونقوم بشروع لي أول ورقة تعنب في حيتي نأخذ شيرة الحرشة و الشيرة الرطبة من لطاق الورقة و نقصه و نعبي برشة ورقة العنب لا يتعبيه لن تفلقوش خاطرهم رهيفين و يقول لك لازينة ورقة العنب كي تبدأ تكون جويدة مش تكون نسبوع و خشين وهذا يا أول ورقة العنب نورقها في حيات نجرب حاجة نحب نجربها معاكم و نتقسمها معاكم كيلومترزيها قولونا و نجربها مئة مرة وبعد نجي نوري هيكم في الليتاب فنال و نحس شروحي وصلت حاجة اما كي تبدوها معايا في المرحلة الأولى اي غلطة ولا اي حاجة تصير يأكد تكونوا معايا اللي بشعملها أول مرة يكونوا مويكب الأحداث إلا إذا جيت حاجة مش بنينة ولا ما تتقبلش والحاجة الحقيقة من هبطيش مغيما من عديها وبعد نجيد نسكر الورقة عاليمين وعالإسار و نروا لها حسينوا كل البلاس المفاش في شهريك الكل نورمال منسكرهم منه و منه و الرولي فيهم لوراق العنب فيهم أشكال و شكل ورقة كامل نص دورة و شكل كيما هذي تبدو مقسوم على أربعة انا جيوني هكا و هكا مخلطة هذية تم مقسوم هكا و لا شكل كالك جيل كامل الولاء اعطلوا بالخصر و عالى كرمب و و بعد حتى نطيف الكرمب و قمت بعملة الكرمب مظهورة لا يفكروا عن الشيئ كانت الكعبت كبيرة و كانتم ب failures نكملها بالطريقة وعندما تبنى المرقة الخضرة سوف نصفيها ترونها تبنى في المرقة ثم نأخذ هذه الخضرة من الوحية لتحرق تحرق تحرق في هذه الخضرة ثم نصب عليهم ماء المرقى و نغم بها و نضيف حتى نزل عليهم و نضيفهم على نار متوسطى لهادية برشة و حتى يفضل بأوراق العنب نضيفهم ساعة تقريبا من ساعة ساعة واربع ساعة ونصف على راحة راحتك خليهم يتيبوا ومن بعد كما ترى حتى العنب كيف كيف والعنب راهم يزيدوا عصير القارس ويحطوا معهم الكوتليت مثلا بتاع اللوش ويحطوا معهم دبس الرومان بشي زيدوا في موضم تاحهم او كالفرق بينهم وبين الكرمب الكرمب صيح جيت قلبتو اللي هني حطيتو فسحن أكل اللي عمل الشيبول اذا كان نحيه لكله ونخلي كان اللي فائف متاع الكرمب متاعي كيف 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 انا حتيت البطاطا لاني في ورق العنب باللوطة حتيت البطاطا بش ما يتحاكين ما يهم يحطوا بطاطا ويحطوا على الحم على اللوش انا الحقيقة ما حبيت نجربه كما الكرمب هكذا في مصري هؤلاء اللي يعملوا الكرمب و العنب بنفس الحشو ايه نيجيو للضاوق الكرمب حكيت لكم عليه برشة مرات بنين ويعجبنا على الأخر والكرمب قد تاكل منه كرشك تقول يزي و فمك تقول زيت ولا أوراق العنب الأوراق العنب حاجة سبيسيال يعطيه قروسية يسايبوا مطعم حامض حموضة بالرغم ما حتيتش قارس راني أما بنين كيتحطوا لهم ديدهم القارس وبالنسبة للتكستور وارقة العنب حاجة نحنا نستيسين بها وارقة العنب حاجة تحسها كغريبة من أول مرة يجربتك أول مرة يبش تعجبوا يبش يقول كهو جربتوا يزي كل واحد وكيفيش بطبيعة انا الحقيقة اعجبني اكهو ان شاء الله مرة كانت تشجعت نعملها بالعلوش والروز اللي في ظلي زيتو شوية مك المرقة اللي قعد لي وطيبتو في القلاية واللي فطور كامل متكامل فطور وعشاء ما شاء الله انوتكم ومنشاهيكم هكا وهذا ما صفيتنا كين وليليو ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم وفي حلقة أخرى ووصفة أخرى ان شاء الله وبسلامة اشتركوا في القناة